تواصل الدولة جهودها في مجال تنمية العنصر البشري من خلال تنمية الأسرة المصرية وإدارة قضية النمو السكانية وتعتمد الدولة في سبيل تحقيق هذا الهدف مشروعات وبرامج من شأنها رفع المستوى المعيشي للمواطنيين بتزامن مع ضبط النمو السكاني ورفع الوعي بالقضية السكانية على غرار التجارب الملهمة التي أفرزتها سلسلة المبادرات الرئاسية القومية المتنوعة جاء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يشمل المشروع القضايا والشواغ الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة من جميع الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية يتمثل الهدف الاستراتيجي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة وذلك من خلال ضبط النمو السكاني واتخاذ ما يلزم لإدارة القضية السكانية من منظور شامل على الفور تحركت وزاراته وأجهزة الدولة المعنية بتنفيذ الخطط التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية فجاء برنامج تكافل اتنين كفاية الذي أطلقته وزارة التضامن من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة وتضمين هذه البرامج كمكون سكاني لتغيير القيم الإنجابية السائدة كما تعمل الحكومة على تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات من خلال توفير فرص العمل فضلا عن التدخل الخدمي لتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع إلى جانب إنشاء منظومة إلكترونية تحت اسم منظومة الأسرة المصرية لما يكانت خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بوحدات الصحة وتنمية الأسرة الحكومة تعمل أيضا من خلال حمالات التوعية على رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقاضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية عبر تنفيذ الزيارات المنزلية والندوات التثقيفية اشتركوا في القناة